خرجة جديدة لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن رشد المكتوم فبعد دعوته جامعة الدولة لترشيح ثلاثة شبان وثلاث شبات من كل جامعة ممن تخرج آخر عامين ليعين منهم وزيراً أعلن عن منصب جديد في الحكومة هو وزير الدولة للسعادة وآخر للتسامح مهمة توزير السعادة الأساسية مواءمت كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع كما أعلن الشيخ محمد عن استحداث منصب وزير دولة للتسامح لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات يأتي ذلك بعد اعتماد الإمارات أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن رشد المكتوم أن الحكومة لابد أن تكون مرنة لا نريد عدداً كبيراً من الوزرات بل نريد وزراء أكثر قادرين على تولي ملفات متغيرة كل يوم وقادرين على خلق بيئة للشباب لتحقيق أحلامهم وخلال أعمال القمة العالمية للحكومات التجمع الأكبر عالمياً المتخصص في استشراف حكومة المستقبل بدبي قال محمد بن رشد إن الإنسان سيبقى باحثاً عن السعادة وسعياً إلى تحقيقها ولابد أن تكون رسالة كافة الحكومات أيضاً سعادة الإنسان فهل تصل هذه الرسالة إلى كافة الحكومة العربية؟ اشتركوا في القناة